سلام عليكم زيك اولاد اخباركو ايه? انا بتيبقى عبعد ان شاء الله اولاد ده شرح منهج الكارديولوجي بازن الله. الكارديولوجي واحد من امتع بنانشات البطنة تمام? اه بس لازم كالعادة يعني زي اي حاجة خدنا قبل كده في البطنة لازم نبتدي قصة من الاول عشان نفهم القصة في الاخر هتحصل فيها ايه? يعني ايه يا دكتور? يعني انا ما بفعش وانا ببتدي ازاكر الكارديولوجي ابتدي على طول مزاكرة مثلا هارت فيليور او فالفولر هارت ديزيز او سكيميك هارت ديزيز لأ مش هفهم مش هبقى مش هبقى لائة المعلومة ايه. فلازم في البداية كده يعني نشرح في الاول إنتروداكشن توكارديولوجي ازاك اش رحنا قبل كده وزي ما انت تعودت معي قبل كده في البطنة كلها. بتيلي في الاول إنتروداكشن توكارديولوجي هتدي اديك تلات اربع فيديوهات كده اللي هم بساميهم الكارديولوجي سكيم او البيزيكس او كارديولوجي ازاي اصلا هامشي في كل موضوع كارديو. فا انت لو فهمت معايا ان شاء الله. النتروداكشن توكارديولوجي. وفهمت معايا كويس جدا. البيزيكس او كارديولوجي والقارديولوجي سكيم. بعد كده ما نيجي ندخل في الامراض مع بعض هتلاقي الموضوع بالنسبالك بسيط ان شاء الله. هتلاقي في الاول الريتم بطيء شوية في الكارديو. خص clicks في اول اربع فيديوهات انا عاملهم بحيس ان احنفهم كل كلمة زي ما قلنا. بحيس ده اللي هنبنى عليه بعد كده ان شاء الله. بعد كده تلاقي الموضوع بالنسبة لك اصحى ان شاء الله. وانت بتزاكب. فتعالوا نبتلي اول فيديو مع بعض اللي هو هنتكلم فيه هنا ايه? زي ما اتفقنا قبل كده هنتكلم فيه شوية كلام اناتومي هنتكلم عليه هنتكلم على كلام فيسيولوجي. هيهمنا جدا واحنا بنشرح الامراض بتاعت الكارديولوجي. ففى الاول اناتكلم كلماتين على الاناتومة بتاع. تمام؟ طبعا تواكن عندنا اولاد مكون من سحي اولا فيه اتتريام وفيه اتتريام فانا عندي ده كده وبه عندنا اتريام وده عندنا وده عندنا تمام خلاقا نقول في يبقى عندنا ده اتريام وده يا ولاد هنب أولاد. الفالف ده اسمو ايه? اسمو تراي قسبت فالف. يبقى انا عندي ده رايت اتريم. وده رايت فانتريكل بينهم فالف اسمه تراي قسبت فالف. تبعم? الجاة التانية انا عندي في وده عندنا بين الليفت اتريم والليفت فانتريكل في فالف. الفالف ده اللي هو احنا بنسميه. الواه الميتر الفالف. تبعم? طبعا لان تعرفين ان الهارت طلع منه ووصل له يعني مثلا خانا في الرايت سايد. المفروض ان انا واصلي في فينز. اتنين فينز وجبار اه. واحد اسمه لوا ده. والتاني اللواه الانفيلول فيناكيفا. المفروض السوبيرول فيناكيفا ده جايب الدم الازرق اللي هو دي اوكسج翼يت بلود من الابر هوفو في دباطي اهو. تمام? ولانفيلول في parce ده جايب برضو الدم الازرق اللي هو الدي اوكسجينا توزيني ده بروح بعد كده لمين? لرايت اتريم ينزل عن طريقove يروح الدم ده كده لراية فانتريكل عن طريق بchied مين هنا ده? ده القلب تمام? يود الدم بعد كده للنج. عشان الدم الازرق ده يحصل له حاجة اسمها ويتحول من دم ازرق لدم احمل. بس خب بالك بقى. كما انا بقول تاني. ده لعندي فيه سبيرو في ناكيفة جايب الدم من وانفيرو في ناكيفة جايب الدم من يروح الدم اللازرق ده. عن طريق طريق قصب ده يروح للرائد. عن طريق البلمونر ارترا يروح الدم ده للنج. خب بالك ده اسمه ايه ده? ده اسمه تمام? طب هو بشكل عام كده ده هو الارترا يا ولاد. بيشيل دم احمر ولا ازرق. المفروض الارترا بيشيل دم احمر. دم اكسجينيت البلد. تمام? اكسجينيت البلد. تمام كده? مع عدى البلمونر ارترا. يبقى الارترا سكولا بتشيل دم احمر مع عدى البلمونر ارترا الوحيد اللي بيشيل دم ايه? ازرق. يبقى الدم الازرق ده عن طريق البلمونر ارترا يوح للنج يحصل له اكسجينيشن. عشان يرجع بقى عن طريق جاء التاني بقى عن طريق البالموناري فينز اهو عن طريق البالموناري فين الدم ده يروح لمين دى الليفت ايطري تمام وخبالك برضو هي بتشيل دم مزرق والله احمر المفروض لا فتشيل دم مزرق ما عادة البالموناري فينز الوحيدة اللي بتشيل دم احمر يا و viene Хотя بالدم يحصل اللي وanz针 Mountains هينروح عن طريق البالموناري فين手 يروح للمين بقى الليفت اتري اللي عن طريق الميترو الفلف يروح الدم ده المين بعد كده عن طريق الاورطة يروح لقل برد وقفت بطر تمام والاورطة لو انت بصيت كده الاورطة وركزت فيه هتلاحظ الاورطة تلت اجزاء يعني بص ده جزء اهو ده بيقوله عليه ايه ده ده بيسموه الاسندينج اورطة بعد كده الارش وقفت اورطة بعد كده انزل بقى ده بس خد بالك بقى ده القلب من قدام الصورة دي وده اللي هو دورزال فيو من وراء تمام فلو انت ملاحظ تقول لي يا دكتور ده لو تفتكر ختم لكده في الاناتومي حاجة اسمها الميدياستاينام والمفروض انا عندي الميدياستاينام فيه انتيريور ميدياستاينام وفيه سوبريور ميدياستاينام وفيه عندنا بوستيريور ميدياستاينام وفيه انتيريور وسوبريور وبوستيريور ميدياستاينام طب انا عندي الاورطة كم جزء لحد الوقت احنا قلنا انا قلت لك انا عندي فيه الاسندينج اورطة قدام ما ده انتيرو نو فيو فالأسنينج أورته ماشي فين الأسنينج ماشي في الأنتيرو نوديا ستاين الأرشو في Auguste ده ببقى فوق الأسنينج أورته ماشي في الأنتيرو نوديا ستاين الأورته ماشي في سفوقه في السبيلون ميديا ستاينب. بينما ده ماشي ورا القلب. ماشي موجود عندنا في البوستيريور ميديا ستاينب. كلام ده مهم جدا جدا وانعرف ليه بعد كده ان شاء الله هناخد امراض الكراديولوجي. معاي شباب. هتلاحز في الارش وفي ده اورتا طالع منه تلات برانشات بالترتيب. نحفظهم صم. اهما ده ده المفروض. في الارش وفي ده اورتا طالع تلات برانشات بالترتيب. اللي هو مين بقى? اول واحد ده. البريكوسيفالك. بريكوسيفالك اves علي راتدي كند Target بعد كده في عندينا الليفت قومون كاروت وتاه بعد كده في عندينا الليفت سيبكلي يوما. خبالك بعد كده البريكوسيفالك ده بالدنينة لعني البريكوسيفالك بعد كده بالدنينة تنين. ريت ساب كيليических ورايت كومون كاروتت ما ده unionاريت يبقى هنا ان ريتي بقى ريت ورايت ايه كومون كاروتوت يبقى تانية. انا بقول لك الارش وفي ده اورطة طالع بينه ثلاث بنشات بالترتيب. بريكوس فالك. ده بدينا اتنين بعد كده. بحس يبقى هنا اكتر حاجة هنا مترافة رايت ساب كليفين. وصدوا هنا وده المفروض ده المفروض ده مفروض بحس ايه بقى? الدم الاحمر اللي طالع في الاورطة ده. عن طريق الثلاث بنشات دول اللي همها البريكوس فالك وليفت كومون كليفين الدم كده بيروح اللي هو الهيد والنك والقبر لمب. بينما الدم لو كمل بقى في الدسننج اورطة هينزل تحت اللور هاف وفضى باضي منطقة الاب منه البلفس واللورلينب. معاي شباب يبقى ده كده في الاول الاناتومي بتاع الهارت. يبقى قولت تاني. انا قلت لك ان الهارت عباره عن في عندنا اتنين اتريم ده راية اتريم وده ليفت اتريم وده راية فنتريكل وده ليفت فنتريكل. بين الراية اتريم والراية فنتريكل فيه. الراية اسمه يا شباب ترايكاسبت. ترايكاسبت بالف. بين الليفت ايتريام ولاMer που اسمه ال tedious في عندي متوصلة بالقلب. عندي في في عنا سبيرو فنكيفة ده بيجيب الدم الازرق من الامبر هاوف ضا بادي. والانفيريور فنكيفة ده جايب الدم من اللور هاوف دا باحس الدم الازرق ده يروح لميني. عن طريقة دراه يروح بعد كده لرائد فانتريام. عن طرية بالمودري presidente واعتريو ده الارتري الوحيدين بيشيل دم ازرق. الدم ده بيروح لميني. عشان على الدم الأحمر عن طريقة بالمونري فينس ده يوصل الليفت ايتريام عن طريقة الميتر يروح الليفت فانتريكل بعد كده عن طريق الاورتة الاورتة المفروض 3 أجزاء زي ما احتفقنا الوقت السيندنج掐ورتة ده في الانتيروم ارشوف ده اورتة ده في الدليل ارشوف ده اورتة ده في السابيروم ديسبيند اورتة ده في البوستيروم والارشوف ده اورتة دول طالع منه 3 مرانشات دول دول بديه الدم الميد للعبر هافزبادي بده الدم للهيد والنك والأبرلم بينما دي السنة الأورطة ده بده الدم لللور هاف وفي ده بضيه لو نطقة الأبدومن والبلفس واللورلم معاه شباب يبدأك المتين كده في الأول على الأناتهم بتاع الهارطة طب خد بالك بقى لو أنا عايز أتكلم على الفالف الموجودة في القلب أنا عندي فيه وعندي حاجة اسمها السيمليونر فالف اللي هو مين الأورطة والبالمونري تمام؟ خد بالك أنا عندي كلام احنا قلناه من شوي هنقولنا الميتر الفالف ده الميتر الف ده بين إيه؟ بين إيه وإيه؟ بين المفروض الليفت إيتريم الميتر الفالف بين الليفت إيتريم وبين الليفت فانتريك ده هو الميتر الفالف بس أنا عايز أبص بصة كده أولاد الفالف أصلا ده دكتور عبارة عن إيه؟ بص الفالفز بتاعت القلب زي الشباك كده تمام؟ يعني في إيه؟ فيه أوبنينج لو أنت بصيك تحت معايا كده مثلا هنا على الصورة دي على الميتر الفالف هتلاقي برعان ايه فيه opening وده بنقول عليها اسمها الكاسب او الليفلت اللي هي الضلف بقولك زي الشباك بالزبط مش الشباك ببقى عبارة عن ايه فتحة الشباك وفيه ضلف هي اللي بتفتح وبتقفل تمام بس الفتحة ثابتة تمام والضلف هي اللي بتفتح وبتقفل نفس القصة بالزبط في الهارت يعني عندي مثلا الميترالفالف عبارة عن ايه فيه opening وفيه عبارة عن كاسب او ليفلت الليفلت دي هي اللي بتفتح وهي اللي بتقفل تمام المائطرا الفالف ليه كام كاسب بقى خد بالك يا عبارة عن عن قطف لفتين بس بقى جهة التانية اللي هو تري كاسبت فالف ده اللي هو بين بين مين ومين بين الرايت اترام وبين الرايت فانتركل дسمها تراي يبقى تلاتا ده بقى عبارة عن كام بقى ليه تلاتة Hani ليه تلات دولة دابع انا عند المائطرا ده بين الليفت اترام وليفت فانتركل وعبارة عن 2 leaflet أو 2 casp بقى دامت 3 casp كده في الحتة دي قلنا الاول في الميترا ال Vernon بين left and HIV وده عبارة عن ايه ده ده كسب وده هتلاحظ ايه بقى لو ركزت كده في الحتة دي هتلاحز ان الليفلتس او القذب نازل منها حاجة كده الجزء ده اسمه ايه الحتة دي الخيوط اللي انها طالعة من الليفلتس دي بيسمها القردة تنديني اسمها القردة تنديني وفوض القردة تنديني دي نازلة من الليفلتس اتاتشد لحاجة اسمها مين بقى البابيلا ريماص يبقى انا عندي طالع من الليفلتس حاجة اسمها القردة تنديني اتاتشد لجزء في عضلة القلب في الفنترق اللي اسمه البابيلا ريماص طب ده وظفته يا دكتور يعني ايه الفكرات والحتة دي راكز معها في الحتة اللي جاي دي تعرف المفروض الهارت في الكاردياكساك اللي entend insanity في في داياستول وفي سيستول المفروض القلب وظفته في الداياستول Andy receive the blood في السيستول ويطلع الكارديكاود Cookie طب أول ايه بيحصل في الداياستول المفروض ان في الداياستول الدم هنا موجود في الاتريم سواء كان lift ariam او right ariam طبعا من كده؟ المفروض في الديستولة الدم اللي موجود في الاترم ده بينزل للفنتركل فهنا عايز أقول ايه؟ ان الليفلتس بتاعت الميترل والتريكازبت المفروض في الديستولة الدم هنا الدم عايز ينزل من الاترم ل對不對 للفنتركل فبالتالي عشدة ضغط في الاترم أعلى من الفنتركل تقوم الليفلتس دي ما زقوا لتحتك تفتح لتحت يبقى أنا عندي الميترل الليفلت هي والتريكازبت لثنين بيفتحه بيفتحه فين بيفتحه ازاي بيفتحه لتحت كده ده بتحه بيفتحه لتحت بالضغط اللي موجود في الاتريا من انه عندي الدم اللي في الاتريا مليان دم اما تكاز بتفتح بالمنظر ده يوم الدم اللي في الاتريا مين للفنتريا مع الفنتريا بقى يا فتحت كده اما تيجي تقفل تقفل ازاي هتقفل كده تقفل لفوق يبقى الماية اللي والطريكاز بده اما بيجوا يفتحه بيفتحه لتحت بالضغط اللي في الإترياب منطقي وهم ما يجي يقفلوا يقفلوا لفوق بس ما يجي يقفلوا مفهود يقفلوا كده واخي بالك ما يردوش لفوق ما يحصل لهمش حاجة بيقول عليها اسمها طب ده بيحصل إزاي بقى دلوقتي لو الفنتريكل عمل لو الفنتريكل سواء راية أو الفنتريكل عمل وконتريكل والقصب أو الليفلت دي مفيش فيها كردة تنديني هيحصل الضغط بقى عالي جدا في الفنتريكل فتقوم القصب فتحت كده هيقوم يحصل ضغطي على قوي تقوم القصب ثم رده لفوق كده ساعتا يوم يحصل إيوم الدم اللي في الفنتريكل ده زي ما بيطلع في الأورد يقوم يحصل له ريجيرج يقوم يطلع كمان للمين للإتري تمام؟ طب وظيفة الكردة تندين وبابيلاريا مصل إيه؟ إن معها ما يحصل يقوم مين اللي يحصل لها تقوم شدة لتحت كده الكردة تندين يبقى ما يحصل في البابيلاريا مصل يقوم 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 تشدل تحت الكوردة تنديني فما تشدل تحت الكوردة تنديني القزمة ما تيجي تفلت بقى خراكده ما تردش لفوق بقى خراكده ما تردش بقى لفوق ما يحصل لاش قصة البرولابس يبقى وظيفة البابيلاري مصر يقوم بعمل في حيط رجالة دي مهمة جدا 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 يقال يا دكتور في حاجة اسمها في الإتريوفنتروقلار فيلف إيه السوففالفولار أباريتوس ده هي câرة تنديني والبابلاري مصل طب دول وظيفتهم ايه يا دكتور وظيفتهم ان مع diverticular contraction يحصل contraction في البابلاري مصل تشد الكرة تنديني لتحت بحيث القذب دي اما تجي تايخي في الاخيرة كده ما يحصلاش مين ما يحصلاش پرولابس وعشان كده لو واحد حصل له بابلاري مصل ديزيز واشهر واحد واشهر عيام وبابلاري مصل ديز او بابلاري مصل ديس فنكشن وعاني البرامل اسكيمي أفلت الكرونريز اللي بتصابلق القلب فاللوحد عنده كرونري ديزيز تمام وقفلت الصابلاي بتاع البابلرية مسل يقوم يحصل له بابلرية مسل اسكيمية يقوم البابلرية مسل دي ما تعملش kontraction كويس لو البابلرية مسل دي لو ما عملتش contraction كويس مش هتشد الكوردات النيئ كويس لو الكوردات النيئ ما تشددش كويس يقوم يحصل ايه بقى في القذب دي ترد الفوق تمام بيحصل لها برولابس. وساعاتها يقوم يحصل ريجيرج اوف بلاد ديورنج سيستول فروم ذا فانتريكل تودامين تو ذا اتريا. ونخش بقى في قصة اسمع ريجيرج في مائتر ريجيرج في تريكاسبت ريجيرج. انا اتكلم عن كام ده ان شاء الله. بقى كامل التفصيل في فالفولور هارت ديزيز. مع اولاد? يبقى سواء مائتر او تريكاسبت انا عندي جزء اسمه او اولاد اباريتس. عبارة عن الكوردة تنديني وعبارة عن البابيدياري ماصل. كمال فالق بالدودة ايه? لو انت ركست هتلاقي انا عندي كام كوردة تنديني اتنين? صح في المائتر الفاكد فانت هو بيقاسبت. بينما في التريكاسبت ده ايه? ده تريكاسبت فهتلاقي عندنا كام كوردة تنديني? 3. فيه 3 كوردة تنديني ربطين التلاتة الفلد بتوع التريكاسبت بمين? بالبابيدياري ماصل. لكن المائتر اللي هما اتنين بس. معا شباب يبقى ده بتاعة الصففالفولار أبريتوس طب الجهة التانية فيه عندي حاجة اسم أسف مليونر فالف اللي هو الاورتيك فالف والبالمونري فالف دول بيبقى فالف بقى وذاود صففالفولار أبريتوس ما لهمش بقى قصة القردة تنين وبدأني مصل دي تمام؟ فانا عندي فيه بالمونري فالف والاورتيك فالف واللي اتنين ثلاثة قصب انت ملاحظ كده ان الواحد اللي ضالفتين بس هو مين؟ المايتر المايتر الفالف هو الفالف الوحيد اللي ليه تو ليفلتس أو تو ك Understood لكن سواء ترايكاس بدأورتة بالمونري لهم كام 3 ليفلتس تمام؟ الطبق على البالمونري فالف ده بين البالمونري أرتري وبين الرايت فانتركل الاورتيك فالف ده اللي بين الورطة وبين الليف ت ايه؟ بين الليف تفانتركل طبام؟ شوف باخد بالك برضه عشان باركز مب左ز ما في الحيت اللي جاي حد فاني المايتر والترايكاس بيفتحو إزاي؟ يفتحوا لتحت اما يجي يقفلوا يقفلوا لفوق يبقى كانوا يفتحوا لتحت اما يجي يقفلوا يقفلوا فين يقفلوا لفوق بقى لما الاورطة والبالمونري بقى تشوف انا وقت لو رسمت لك كده ده الفنتريكل وده الاورطة وده البالمونري ورسمنا اتنين قصبي كده هو المفروض في السستول ايه اللي بيحصل مش الفنتريكل ده بيكونتراكت والمفروض هو لمليان دم وانا عايز الدم اللي هنا يطلع علي مين للفنتركل فعشان كده لو ده كده الفنتركل وده كده الاورتا والبلمونري الكسب دي المفهودة بتجي تفتح تفتح لفوق بالضغط بتاع الفنتركل تمام عشان ده مليان دم وده فاضي والفنتركل بعمل فيقوم الكسبة بتجي تفتح تفتح فين تفتح لفوق بالمنظر ده كده تمام بعد ما يحصل ايه بعد ما يحصل دلوقتي بقى المنظر عامل كده بقى الدم موجود هنا عندي فين في الفنتركل موجوده عندي في الاورطة والبالمينري في يوم يحصل ايه تقوم بسبب ان الضغط هنا زاد بسبب الضغط الضاد في المنطقة دي يوم القزبة تيجي تقفل تقفل فين تقفل لتحت يبقى هلا عند الميتر لو الترايكاسبت أما يجي يفتحه بفتحه لفوق وما يجي يقفله يقفله فين لتحت itt sugar to drinksten أما يجي يفتحه يفتحه لتحت وأما يجي يقفله يقفله فين يقفله لفوق معاش باب يبقى ده الأناتومي بتاع القلب خلاص كلمتيك كده على الأناتومي تعالي نتكلم بعد كده على كلمتين على الفيسيولجية اول حاجة إحنا قولنا الدم الأزرق برجع من الأحب للراية إاتريم عن طريق اللووة السبيرور فيناكيفا الدم ده بيروح لمن زى ما قولنا بعد كده ينزل لفير مل وبعد كده عن طريق يروح الدم ده لله عشارة يتحول الدم من صورة يعني من دي اكسسيونية بلد اللي هو لازرق لأكسسيونية بلد اللي هو دم أحمر. لو يرجع عن طريق الربع بالمونري فينز لليفت اتريم. عن طريق المايتر الفالفي يروح لليفت فانتكل. عن طريق وده قرش وده دي السيندنج. وقلنا عن طريق تلات برانشات دول بريكوس فالي كليفت كومن قروض ليفت صدق ليفر الدم ده بيروح للأبر هاو في دي. وعن طريق دي السيندنج وجاء ورطة يروح الدم للور هاوف افضل بادي. تمام؟ ده البلد في الوثرو ده هارت. واللي انا شرحته ده ده اللي انا قلته ده اسمه ميكانيكال فانكشن افض هارت يعني ايه ما ميكانيكال فانكشن افض هارت؟ ركز بقى معي كده. ان القلب فيه عندنا دايستول وفيه عندنا سيستول في الديستول القلب بيريسيف البلد بيريسيف الفينوس ريتير والسيستول القلب بيكونتراكت عشان يطلع مين الكارديك يبقى في الديستول هيريسيف البلد وفي الستول هيكونتراكت عشان يطلع مين الكارديك تمام؟ يبقى انا وظفت القلب حاكتين دلوقتي. يبقى ما اقول لك وظفت القلب كميكانيكال فانكشن ان هو يريسيف البلد ده الفينوس ريتيرد ولازم بعرفين حاجة لان انا عندي فيه رايد سايد وفيه عند مين؟ الرايد سايد وفي ذهارت ده بيريسيف الدم منين؟ من السوبيروف الفيناكيفا والانفيرور فيناكيفا. يعني السبيرور فيناكيفة والانفيرور فيناكيفا. اللي حدونا علهم ايه بقى? عدمونا علهم يسستامك فينز. ويود الدم لمن للنج ? بينما الربت سائد ده بيريسيف الدم منين من اللنج?. ويطلع الدم عن طرول اللونج. يبقى انو عندي Directionlike cause. الربت سايد بستقبل الدم من выдpartные Mull сев Villas. who ده بستقبل الدم منين من البليمونري mortality. تمام؟ وعشان كده بقى في الحتة اللي جاي دي. اشهر مرض يأثر على الميكانيكال فانكشن وفي ظهرته للهارد فيلير. هناخده بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. هارد فيلير يعني ما اجا اقول لك كلمة هارد فيلير. ناخدنا قبل كده مع بعض ليفرس الفيلير ورينا الفيلير واندوكراين الفيلير كزا حاجة. فكلمة هارد فيلير دي يعني يعني القلب معادش اقوم بوظفته. الى الميكانيكال فانكشن. طب ايه وظفت القلب زي ما قولنا نوي بي بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وعنده حاجة تانيةogni اقول عليها فورورد فلير دعنيها دغطة باك وورورد فلير باك وورد فلير يعني القلب عشان فيه مشكلة مش قادر ان هو يستقبل الدم تمام ومش قادر ان هو يكونت راكت فيطلع فالفورورد فلير خد بالكم اقول الحيط اللي جاي دي الفورورد فلير سواء كان يعني عنده رائد سايد طرز Croatiaよろしく اكلها يعني القلب مش قادر يزوق مش قادر يزوق الدم ما هو اللقلب الدم عندي فيه مشكلة مخليها فيه فلير في القلب ده بيحصل ده بيحصل سواء اللي كان عنده راية سايد ارتفيلر او ليف سايد ارتفيلر لو واحد عنده مشكلة في راية سايد ارتفيلر لو واحد عنده مشكلة عندي في الحتة دي لو واحد عنده مشكلة هنا يبقى الدم اللي طالع قليل صح يبقى الدم اللي راحت لانجو قليل يبقى اللي راجع للليفت سايد حتى لو الليفت سايد مفيش في مشكلة دو طرقه حتى لو الليفت سايد مفيش في مشكلة بس اللي وصل له قليل فاللي طالع منه قليل طب لو واحد عنده lift side heart failure اصلا لو واحد عنده lift side heart failure لو واحد عنده lift side heart failure برضه اللي طالع قليل ما هو lift side مش قادر يزوق يبقى ال forward failure ده سواء العام كان عنده right side heart failure او lift side heart failure في الحالتين عنده look hard pick output تمام؟ بينما بأخد باك الحيطة اللي جاي دي في عندي حاجة اسمها backward failure ده بقى اللي بيفرق معك لو واحد عنده مشكلة في ال right side هو ال right side ده بيستابل دم منين؟ من السبلوف من كيف والنفلوف من كيف عنده systemic venus congestion عنده systemic venus congestion تمام؟ طب هو ايه systemic venus congestion هو المفروض اصلا لو ده القلبه لو ده رسمته لك كده ده سبلوف من كيف سبلوف من كيف ده جايب الدم من فوق منين؟ من ال brain ومن ال neck vein الفروف من كيف ده جايب الدم من ال abdomen من ال liver مثلا من ال JIT جايب الدم كم من الرجلين فالواحد عنده مشكلة في ال right side عنده right side heart failure عنده congestion في ال brain وcondition في ال liver و JIT congestion وعنده كمان inima lower limb ده لو واحد عنده مشكلة فين؟ ده في ال right side بإنما left side ده ده بيستقبل الدم منين؟ من ال lung فلو انا عنده مشكلة في left side اللي عنده pulmonary congestion يجيلك بقى بالدزنيا والقف وحاجة اسمها ال heimoptis فيجيلك pulmonary congestion بل انا عايز اقوله تاني ان ال cardiac physiology دي البسيطة دي فهمتنا حاجة مهمة قوي اسمها clinical features of heart failure ان لو واحد عنده right side heart failure اللي عنده backward failure in the form of systemic venus congestion تمام؟ congestion في ال liver edema lower limb تمام؟ وعنده فرورد فيل اللي عنده يبقى عنده manifestation of low cardiac output يبقى عنده right side heart failure بيبقى عنده systemic congestion مع low cardiac output بإنما اللي عنده left side heart failure هيبقى عنده عنده pulmonary congestion بقى congestion في ال lung ديزنيا زي ما قلنا كاف heimoptis وعنده كمان low cardiac ايه low cardiac output طب واحد ولا دكتور لو واحد عنده النحيتين وين فاقه؟ في حاجة اسمها congestive heart failure congestive heart failure اللي عنده right side heart failure مع lift side heart failure هيبقى عنده احتقام في سواء systemic congestion مع بالمونary congestion مع كمان عنده low cardiac أو الدبوت معاه يا شباب يبقى ده يبقى ده cardiac فيزيولوج ده شفت ده lift side heart failure اهو ده lift side heart failure اللي عنده بالمونary congestion تمام؟ وده right side heart failure اللي عنده systemic congestion احتقام بقى اهو شف ايديما lower limb وعنده ascitis وعنده كمان مشاكل في اللي تمام؟ يبقى ده المانيفستيشن بتاعة المانيفستيشن بتاعة الهارد اللي بده اول حاجة اللي هو الoverview بتاعة الكاردياك فيزيولوج طب تعالي نتكلم بعد كده لحتة كمان يا شباب اللي هي الايه السيكونس بتاعة الكاردياك تبقى الالكتريكال فانكشن فانكشن فدهارد اللي هي شرحته ده اللي هو الميكانيكال فانكشن فدهارد لكن ده اللي هيقول عليه ده اللي هو الالكتريكال فانكشن فدهارد بصش باب النورمال سيكونس ايه بتاع الكاردياك كهربط القلب بدايتها منين انا عندي حاجة هنا في راية اتريم اسمها الاس اي نوت تعرفين الاس اي نوت ده الاس اي نوت ده مفوض القرابة ده من الاس اي نوت تروح بعد كده عندنا الاس اي نوت من الاس اي نوت بقى كده عندي فيه بقى راية ليفت باندل عشان اللي يحصل ان القهربة توصل للفنتريكال عشان الفنتريكال يعمل كونتراش طبعا مش هي واحدة واحدة كده اول حاجة الاس اي نوت نعرفين ان الاس اي نوت كان ده على فكرة موجود بعد كده في الاريزميا بس انا عايز اقول عنه كلمتين دلوقتي عشان هفتح دماء كده معاه في حتة الكارديولوج في الاس اي نوت الاس اي نوت ده هي البس مينكا لانها الاسرع يعني الاس اي نوت دي بتطلع كهربا ستين لمية خبالك لو انا جي طلعت القلب برا الجسم الاس اي نوت دي هتطلع مية وعشرين برا الجسم تمام لكن عشان انا عندي واصل فيجل سابلاي عشان واصل فيجل سابلاي فالفيجل يتعرف بيهتي فعشان كده الاس اي نوت بتطلع كهربا من كام لكام من ستين لمية يبقى انا عندي الاس اي نوت بتطلع كهربا المفروض من ستين لمية الأسرع فالإس إنود هي الباسميكر تمام؟ طب صلوا على نبي كده الحيطة يكتبها في جنب أنا عندي فيه تلاتة باسميكر للقلب بالترتيب كده أولاد أنا عندي المفروض الإس إنود هي المفروض الباسميكر العادية الطبيعة بتاعتنا كلنا بتطلع كهربا من كام من ستين لمية طب من اللي يليها؟ يعني أنا عندي الإس إنود دي حصل فيها مشكلة من يبقى هو الساكن الباسميكر قلك الإيفي نود يبقى اللي بعدها الـ EVNUD بتطلع كهرباء من كاملك من 40% لـ 60% طب بعد الـ EVNUD يبقى أنا عندي فيه حاجة اسمها اللي هو البركنجي فايبر دي بتطلع كهرباء من 30% لـ 40% تمام؟ يبقى الـ S-NUD هي الفرست بيس ميكر أوف دهارت الساكن بيس ميكر أوف دهارت يقول الـ EVNUD من الـ S-NUD الحصن فيه مشكلة EVNUD بتاعتك تبهها البركنجي فايبر طب لو أنا عندي مشكلة في الحاقتين دول يبقى أنا مين بقى يبقى الـ BASMAKER اللي هو البركنجي فايبر لو من 30% لـ 40% يبقى الـ S-NUD هي الـ BASMAKER أو الـ HIGH RET أو الـ HIGH RISM وده معناه يبقى ركز بقى مفحة دلجة دي مهمة جداً الجسم عندنا أو الـ HEART بتاعك باعتبر الـ S-NUD هي الـ BASMAKER زي ما قلنا عشان بتطلع من 60% لما لنال أسرع يبقى معنا كده لو القلب بتاعك شاف حاجة أسرع هيعتبر يا الـ BASMAKER يعني مثلاً نفترض تطلع لـ Focus مثلاً هنا بتطلع كهرباء الفوكس دي بتطلع كهرباء مثلاً 120 أو بتطلع كهرباء 160 يبقى الجسم أو يبقى الـ HART بتاعك أو القلب بتاعك هيعتبر مين هي الـ BASMAKER هيعتبر مين الفوكس دي يا الـ BASMAKER وساعتها الـ BASMAKER دي تبقى هي الـ أو الفوكس دي هتبقى هي الـ BASMAKER ويتود الكهرباء بتاعتها الـ EVNUD والـ EVNUD بعد كده راية ليفت باندل والقلب يمشي وراء دي حلو جد طب لو الـ BASMAKER دي مش في الـ ATRIAN بقى هنا لأ في الـ VENTRICLE مثلاً الـ BASMAKER جات هنا يطلع لك هنا اكتوبك Focus بتطلع كهرباء مثلاً 120 هل ينفع ساعتها ان القلب بقى يمشي الـ VENTRICLE يمشي وراء دي والـ ATRIAN يمشي وراء دي قالك لأ ففيك كلمة مهمة جداً ان قهرباء القلب المفروض ماشية ازاي S-E NUD EVNUD راية ليفت باندل ده المفروض ده الـ DIRECTION لو أنا عندي الفوكس هنا قالك فيه قاعدة كده مهمة جداً اسمها NO RETRO NO RETROGREED CONDUCTION مهم بأول حتة دي NO RETROGREED CONDUCTION يعني ايه يعني قهرباء القلب من فوق لتحت ماينفعش من تحت الفوق يعني لو أنا عندي الفوكس هنا تمام ساعتها القلب يتقسم نصين بقى يتقسم نصين ازاي يا دكتور هيبقى الفنتريكل ده ماشي وراء الفوكس والإتريام ماشي وراء الحاجة اسمها حتعملنا مشاكل كتير اوه نقول الكلام ده بعدين عشان ما زودش عالي دلوقتي حنا نستفق يبقى أنا عندي الـ S-NUD هي الـ BASMAKER لأنها مينة أولاد الأسرح لو طلع أي فوكس في القلب بتطلع قهرباء أكتر من 60% ساعتها الجسم قبلك يا الـ S-NUD طلعت القهرباء الأول بتروح للإتريام دي حاجة بنقول عليها اسمها بعد كده قهرباء تروح لمين الـ A-V-NUD الـ A-V-NUD بقى دي ليها وظيف مهمة أولا هي الساكن دي بسميكر افضلتها نسألك لو الـ S-NUD فيها مشكلة الـ A-V-NUD دي هي الساكن دي بسميكر بتطلع قهرباء قولنا من كامل كام من 40 إلى 60 أدى واحدة طب تاني حاجة بتعملها الـ A-V-NUD إنها بتعمل حاجة أولا دي اسمها physiological physiological دي لي ونورة يعني القهرباء من فوق لتحت مش من تحت الفوق أما الإيه بقى قصة أنا عايز بوقفها الحتة دي يعني أولا دي اسمها هو المفروض الطبيعي القلبم هو بيعمل مش مفروض بعد كده صح كده أولاد يعني مفروض بعد كده ده المفروض تمام طب ده بيحصل زي أخو بالك القهرباء ما تطلع سريع جدا سريع جدا يعني لو أنا ما عنديش الكهرباء تطلع من الـ A-V-NUD توصل بسرعة عن الـ A-T-R ومتوصل بسرعة عن الـ V-NUD ساعتا قوم يحصل الـ A-T-R وفينتريكور التركشن الـ A-S-T-A-M الاتنين بعملوا التركشن مع معا حاجة اسمها A-T-R وفينتريكور لسه إله من شوال واخي بلك فالـ A-V-NUD بتعمل حاجة اسمها فسيولوجيكال ديلي يعني ايه دكتور بقى فسيولوجيكال ديلي يعني القهرباء طلعت من الـ A-S-NUD راحت للـ A-T-R راحت للـ A-V-NUD تقوم الـ A-V-NUD مسكة الكهرباء شوي مأخراها شوي لحد ما الـ A-T-R يخلص وينزل الدم اللي جوها بعد كده يقوم موصلة الكهرباء للـ A-V-NUD يقوم الـ A-V-NUD يحصل له عشان القردك قد بطي بأكوارس معاه شباب يبقى الـ A-V-NUD هي الساكن ديباسميكال وبتعمل حاجة اسمها فسيولوجيكال زي ما قلنا ديلي ان هي بتمسك القهرباء لحد ما الـ A-T-R يكون تركت بعد كده الـ Ventricle يكون تركت تمام كده ده مهم جدا 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 خد بالك الـ A-T-R وصله فيجل ووصله سيمباثاتيك وصله برا سيمباثاتيك وسيمباثاتيك بيقلل الـ Conduction بيهديها شوية تمام يبقى ده الـ A-V-NUD كلام ده مهم جدا 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 يبقى الـ A-V-NUD هي الساكن بتعمل زي ما قلنا في السلوشكال وخبالك في نقطة كمان بتعملها الـ A-V-NUD انه اقصى قهرباء اقصى قهرباء الـ A-V-NUD توصلها للـ Ventricle مية وستين لمية وتمانين بيت برمانت او يعني ايه دكتور الكلام يعني S-NUD المفروض بتطلع من ستين لمية صح ستين لمية دول كلهم الـ A-V-NUD توصلهم عادي للـ Ventricle طب نفترض ان فيه فوكس في القلب مثلا 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 واحد عنده مثلا A-F الـ A-F ده انت عارف بيقى فيه ملتبول فوكس في الـ A-TRA بيقولك كان ده في الأرزمة ان شاء الله ملتبول فوكس في الـ A-TRA بتطلع كهرباء من كامل كامل من ربعمية لستمية هل ينفع ربعمية لستمية دول كلهم يوصلوا من الـ A-T من الـ Ventricle لا كان زمان اي واحد عنده A-F ربعمية لستمية وصل وكلهم من الـ Ventricle بقى الـ Ventricle بيكونتراكت ربعمية لستمية ما فيش كنتراكشن أصلي بقى لعن دخل اي عن VF دخل في VF فما ده ينفعش ده ما ينفعش تمام فقالك اقصى حاجة الـ A-V-NUD توصلها للـ Ventricle مية وستين لمية وتمانين اقصى حاجة الـ A-V-NUD توصلها من الـ Ventricle مية وستين لي كام يا شباب لمية وتمانين بس تمام لولا كده كان زمان اي واحد عنده A-F اللي هو فيه ربعمية لستمية حاصل دخل على طول في VF ومات يبقى اقصى حاجة الـ A-V-NUD توصلها كام لكم مية وستين لمية وتمانين فيعني وظيفة من وظيف الـ A-V-NUD هي ايه بتبروتكت احد اهم الوظيف بتاعت نابة اقصى حاجة توصلها مية وستين لمية وتمانين اقصى حاجة توصلها مية وستين لمية وتمانين تمام يا شباب بس واحد يقول لها دكتور برضو طب لو عين عنده A-F فيه ملطب الفوكس من ربعمية لستة ومية يعني هنا بتوصل مية وستين لمية وتمانين بس الكهرباء بتاعتنا كامية عنفوض الـ A-S-NUD من كام من ستين لمية خبالة اللي عنده برضو باشتكلت من بلبتيش لانه عنده تاخيكار دي فساعتا انا بدي ادواء للعيان ده الادواء دي بتقلل الـ A-V-NUD CONDUCTION عشان اقصى حاجة توصلها تحت مية يبقى اللي عنده وعنده الكهرباء اللي وصلها مية فعنده البلس بتاعه مية طب ايه الادوية اكتبها في جام دي برضو ايه الادوية اللي ممكن تقلل الـ A-V-NUD CONDUCTION يعني تخلي بدل ما الـ A-V-NUD بتوصل مية وتمانين لا تخليها توصل مية بس دي الادوية اللي بتزود حاجة اللي احنا قلنا عليها من شوية بتزود الفيسيولوجيكال ايه دي ليه ايه الادوية دي حفظها بالحوف ABCD اللي هو الأدينوزين اللي هو الأدينوزين اللي هو البيتابلوكر والسي كالسيا وبالشانة البلوكر والدي الديجيتاليس يبقى الاربع ادوية دول اللي هو الأدينوزين بيتابلوكر كالسيا وبالشانة البلوكر الادوية دي بتعمل ايه زي ما قلنا بتزود الفيسيولوجيكال دي ليه فتخلي اقصى حاجة الـ A-V-NUD توصلها تحت هنا في الإتران بتطلع قهرباء بزيادة فأنا عايز اللي يوصل المية بحيث أن العامة يشتكيش من بالبيتيشن أو أرزميا معاي شباب يبقى ده الأدوية اللي بتقل يبقى ده يبقى تاني بكل بساطة بحيث القهرباء توصل والفنتريك اللي يعمل تمام أنا شرحت كده والليكتريكال فانكشن طب في شوية الديفنيشنز كده مهمة عندي برضو مفتاح برضو الكارديولوجي ومفتاح فيه مثل الباثولوجي بتاع الكارديولوجي لازم أن تبقى عارف التعريفات دي يعني عندي حاجة اسمها الهارتريت الهارتريت ده اللي هو لإيه النمبر of the heart contraction per minute تمام وده زي وزي الاسي انوت اللي هو من كامل ستين لمية حسنا تفعل الاسي انوت بيطلع من ستين لمية يبقى الهارتريت اللي عندي من ستين لمية تمام زي ما انتم عارفين زي ما قلت لك هو يبقى ده الاستين لمية ده شابه مين بالضبط الاستين رود انا قلت لك قبل كده ان الايتريام وصله سيمباستيك وبرى سيمباستيك لو حصل سيمباستيك استيموليشن يبقى أزاد من مية لو حصل فيجل أقل من كام من ستين لو وقتا ما المية دي بنقوا عليها تاكي كارديا أقل من ستين ونقوا عليها بريتي كارديا طب فيه عند stroke volume الاستروك فوليام ده ايه ده اللي طلع من القلب في الخبطة الوحدة ده اسمه stroke volume اللي طلع في القلب من الخبطة الوحدة الاستروك فوليام ده اللي طالع بحسبه ازاي طبعا بتحسب بحاجة اسمه الايكو الجهاز اسمه الايكو الاستروك فوليام بيسوي الاند دياستوليك فوليام نقص الاند سستوليك فوليام يعني يا دكتور كلمة اند دياستوليك فوليام اللي القلب ملاه في نهاية الدياستول اطرحه من الاند سستوليك فوليام اللي اللي فضل في القلب بعدما القلب خلص يبقى انا تاني ده اللي القلب ما ليه في نهاية الدياستول اهو ملا كمية كبيرة عمل كونتراكشن فضل شوية دول انا بطرح بقى شوية قطر من الشوية دول يبقى ده اللي طلع في الاورطة والبلمانري يبقى الستروك فوليام بيسوي الاندياستولي فوليام ناقص مين الاندياستولي فوليام طبال ايه بقى الاجيكشن فراكشن ايجيكشن فراكشن ده نسبة خد بالك ده بريسينتش نسبة اللي القلب بيطلعوا من اللي القلب يستقبلوا يعني ايه دكتور بقى يعني احسب الاجيكشن فراكشن ده بيسوي ايه بيسوي الستروك فوليوم على الاند ديستوليك فوليوم بيسوي الستروك فوليوم اللي احنا قلنا استروك فوليوم ده يعني ايه قلنا اند ديستوليك فوليوم نقص اند استوليك فوليوم ده بقى ده يسمو الاجيكشن فراكشن بقى الاجيكشن فراكشن ده بيسوي الستروك فوليوم على مين نسبة للقلب طلعه من القلب استقبل القلب مثلا استقبل 100 طلع 50 يبقى 50% تمام القلب استقبل 100 طلع 70% النورمال من كم لكم من 50% ل70% حسب بقى انت في ريست بتعمل تحتاجك اكتر لكن انت في الريست ما انتش محتاجة الله الろう 50 في القلب استقبل الماء طالعة 50 كويس جدًا يبقى l-agection fraction نسبة اللي القلب طلعوا من اللي القلب يستقبلوا بيسوي l-strook volume على l-end-dyed stroke volume normal ejection fraction 5-70 في الماء طب ايه همية l-agection fraction ده ده index للمايو كارد الدى l-contraction يعني لو القلب بتاع بيعمل l-contraction كويس كلما l-agection fraction ببقى كويس معناً بيستقبل poles BetII بيطلع منهم كمية كويسة لأنا الك evolucion كويس يبقى إلي طالع أو الإجيكشن فراكشن بتاعي يبقى قليل يعني ديكريز المايقارد الكنتراكتيريت ده هيقلل مين الإجيكشن فراكشن حناخد بقىك بعد كده إن شاء الله أن الهارتفلير مثلا إما أقسمه في حاجة اسمها سيستوليك هارتفلير وفي حاجة اسمها دياستوليك هارتفلير يعني يا دكتور سيستوليك هارتفلير سيستوليك هو القلب ين possibilقى فالإنه فيه سيستوليك بتاعه. كونتراكشن ضعيف. ولو كونتراكشن ضعيف. اما اجحسب الاجيكشن فراكشن هليه قليل. ما هو القلب اصفر معملش الكنتراكشن. فبستقبل دم مش قادر يطلع منه حاجة. بينما انا عندي حاجة اسمها دياستوليك هارتفيلير. زي واحد مثلا عنده بريكارد الافيوجن او بريكارد الافيوجن ده يعني يا دكتور يعني لو ده القلب حوالين القلب ميه. طب حوالين القلب ميه. هل القلب هيقدر ان هو يعمل ويوسع عشاني استقبل الدم? قال لك solutions ambos. طب춰 ده بنسميه ديستوليك. بس خب لك بقى في الداريستوليك هارتفيلير اللي راجع القلب قليل. بس القلب هيطلع من القليل ده النسبة اللي هي من خمسين لسبعين في ال你在. left one. خب لك بس في حيط الإجا دي. يعني مثلا كنت بقولك ايه القلب استقبل 100. طلع. 70. بقى ذ؛ هيبقى كدة 70% بقى 70% بالميه بقى 70% بقى 70% بقى في حالات الدياستوليك هارتفيلير مثلا القلب استقبل عشرة طلع سبعة طب سبعة لعشرة على الفكرة بس طبعا سبعين في المية ببنى ففي الدياستوليك هارتفيلير العين اللي مشكلته دياستوليك الاجيكشن فراكشن بيبقى ايه بيبقى نورمل يبقى الاجيكشن فراكشن ده علامة على الكونتراكشن ده انديكس في الميقارد الكونتراكشن يبقى لو العين عنده سيستوليك هارتفيلير يعني مشكلة القلب في الكونتراكشن لكن مشكلة القلب إنه مش قادر إنه هيستقبل ساعتها بيبقى نورمل إنه هيستقبل قليل هو طلع قليل بس الفكرة هلاقي قلب يستقبل قليل طلع بالقليل ده نورمل لإنه مشكلته فيه في الريلاكسيشن مش مشكلته في الكونتراكشن بقى كافية عندنا الفيناصرين ده هو الدم ده راجع للقلب وزي ما قلنا الريت صايد بستقبل الدم من الانفروفين معنما الليفت صايد ده بستقبل الدم من الانج ده الفوليوم في مين بقى في المينت خبالك ايه الفرق من الكارديك قد بوت والستروك فوليوم الاستروك فوليوم اللي طالع في الخبطة الوحدة خبالك اللي طالع فين في الخبطة الوحدة ده استروك فوليوم في الخبطة الوحدة ده استروك فوليوم لكن في الديئة ده كارديك قد بوت طبعا ده كارديك قد بوت بيسوي ايه بيسوي الهارت ريت في الاستروك فوليوم اللي طالع في الخبطة اضربه في الديئة بديك كارديك قد بوت طبعا بيزيد أكيد مع لأن مع يزيد مين أخر حاجة في عندنا حاجة اسمها البريلود والأفترلود إيه الفرق دكتور من البريلود ده والأفترلود البريلود ده اللي هو الوينس رتير день اللي راجع القلب البريلود ده اللي راجع القلب ده إيه بقى الوافترلود ده الريزيستنت اللي القلب يعمل contraction against it فالبريلود ده تعرفه ايه يقول لك فالبريلود بيعتمد على البريلود بيعتمد على الفينس يبقى البريلود ده الفينس ريترن كل ما يزيد خد بالك بقى والبريلود ده عبارة عن ايه ده الستريتش بتاع الكاردياك ده معنى كلمة ده معنى البريلود صح جدا فدلوقتي لو الفينس ريترن اللي راجع لقلب زاد كمية الدم اللي راجع لقلب زاد ايوم يحصل اهو واخد بالك خد بالك وانا تتكر حاجة فيه حاجة دينا حاجة في الفيسورجيكو ان كل ما يزيد كل ما يزيد مين والعكس صحيح بس نقول لك ان ده بعد كده بالتفصيل فالبريلود ده بيعتمد على حاجتين بقى اخد بالك اولا الفينس اللي هو الديامتر بتاع الفين والتاني حاجة يعني اول حاجة سيركنيج بلد فيليم 4 اما يزيد سيركنيج بلد فيليم اما البلد فيليم بتاعك يزيد فيقوم يزيد الفينس ايه بلد اللي راجع لعضلات القلب فبالتالي هيزيد الاند ديست境 بليم فبالتالي بيزيد بريلود يعني لو الدم كتير يبقى ده راجع القلب كتير فقوم يزيد من اللي السريتش بتاع عضلات القلب ده بريلود وتاني حاجة بيعتمد عليها الفينس كونستريكشن يعني ايه اما يحصل فازو كونستريكشن في الفين يا ولادي يعني الفينوس تون تزيد يقوم الفينوس بلاد ريتينت وظهار تيزيد يعني كل ما الفينز تديق كل ما تحصر الدم اللي فيها ويجيلك هن اكتر فلا يزود البريلود يبقى البريلود بيزيد بحكتين الفوليام ويزيد بالفازو كونستريكشن وعشان كده لو انا عايز اقلل البريلود يعني عايز اقلل اللود على القلب اخلي الدم نرجع قلب اقل شوية وده من ادي مثلا فلو واحد عنده سيستيميك فينوس كونجيشن وعايز اخلي القلب يهدى شوية وقالل الاحتقان انا بدي حكتين بدي فينو ديليتور صح كده عشان اوسع الفين وقالل الفينوس ترجع عضرة القلب وطاني حاجة دي ديوريتيكس صح الديوريتيكس هتعمل ايه هتقلل السيركوليتين بلاد فولي يبقى ده البريلود يبقى البريلود ده اكستينت تويتش الهارت مصد الفايبر وبيعتمد على حكتين تاني يعني هو بيعتمد كمية الدم اللي القلب هيملاها طب ده بيعتمد على فينوس كونتراكشن اما يحصل فاظو كونتراكشن في الفين او الفين كل ما الفين تدي او الفين استون يزيد كل ما الدم اللي راجع لعضرة القلب يزيد وكمان كل ما البلاد فوليه مزيد كل ما راجع يزيد يبقى لو عايز اقلل بريلود خبالت كان ده مهم جدا لو انا عايز اقلل بريلود اللي جاي هنا يبقى انا هعمل ايه بقى المقاومة اللي الآن بيعمل وده بيعتمد على مين أرتيريال بريشار لما يوجود في الأورطة وبيعتمد على بريفار ريزيستانت ما هو الأورطة بيدينا برانشات صغيرة بريشارة الصغيرة دي بقى أما تقفل كل ما يزود البريريال في الأورطة طب لو أنا عايز أقلل الأفتر لود ده شباب لو أنا عايز أقلل الأفتر لود أو مادة مين أرتيريو دايليتور يعني لو أنا عايز أقلل البريريال فين وضيليتور عايز أقلل الأفتر لود ده أو مادة أرتيريو دايليتور طب إيه مشكلة يا دكتور يعني ليه عايز أقلل الأفتر لود لأن كل ما الأفتر لود يزيد كل ما الريزيستانت المقاومة للقلب يعمل ضدها تزيد كل ما يقوم يحصل في عضرة القلب حاجة بنسميها إيه بقى هايبرتروفي حاجة اسميها إيه هايبرتروفي أما الدم رجع وتلك قلب بيحصل له ستريتش لا هنا يقوم يحصل هايبرتروفي عامل زي ما إنت بحضرتك كده بتروح الجيم وتشيل أسقال بعد فترة تلاقي الاسكريتا الموصل بتاعتك بتاعت البايسيرس ما إذا مادة يحصل لها هايبرتروفي هنا بقوم يحصل هايبرتروفي في عضرة القلب هايبرتروفي ده ليه مميزات هنقولها بعد كده وليه مشاكل كتير أكتر فعشان كده ما حبش أن الأفتر لود يزيد نقول بقى كم ده بعد كده إن شاء الله بالتفصيل مع أولاد يبقى احنا كده خلصنا إنتروداكشن قتول قرش كامل ده قلته في الفيديو مهم جدا لازم تفهمه كويس بحيث ده زي ما قلنا البيزيكس اللي هنبني عليه بعد كده بالتوفيق يا شباب